السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد بدأنا نقترب من الأعلان الرسمية على سلسلة الجالكسي اس 23 وبدأت التسريبات تظهر سنتعرف معا في هذا الفيديو على أحدث ما تم ترويجهم من صور للأجهزة رسميا قبل أن نبدأ لا تنسى العجاب بالنقرأ على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتبلي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه هي أول مرة تشاهد قانتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول تعتبر هذه الصور أصدقائي مسربة من داميز وليس أجهزة فعليا يعني هذه تم تسريب الصور من المصانع المنتجة لسلسلة الاس 24 التي ستتكون هذه السنة من ثلاث أجهزة بداية مع السامسونج جالكسي اس 24 العادي نجد أيضا السامسونج جالكسي اس 24 بلاس والعمليق هو السامسونج جالكسي اس 24 ألترا على مستوى المواصفات ومثل كل سنة سيكون الاس 24 العادي ينزل بنفس مواصفات السامسونج جالكسي اس 24 بلاس الفرق الوحيد بين الجهزة سيكون على مستوى حجم الجهاز أو على مستوى حجم الشاشة وعلى مستوى حجم البطارية ستكون يعني أكبر بقليل مع الاس 24 بلاس مقارنة بالاس 24 العادي لكن المعالج الكاميرات وكل شيء سيكون نفسه مع الجهازين من المنتظر أن شركة سامسونج ستستعمل معالج الكوالكم سناب دراجون 8 جين 3 وهو أحدث معالج من شركة كوالكم يأتينا بمعمارية 4 نانومتر تم تحديث هذا المعالج وقامت شركة كوالكم بتحسينات كثيرة على هذا المعالج ليعطينا تجربة أيدي أفضل مقارنة بالجين 2 لسنة الفاريطة أيضا الاس 24 ألترا سيأتينا بعدة إضافة خاصة على مستوى الكاميرا ستكون هناك طفرة نوعية مقارنة بالأجهزة الأسبقاء السامسونج ستحسن كثيرا في الكواليتي للصور النهائية وفي جودة الفيديوهات يعني سنأخذ أفضل تجربة تصوير مع الجالاكسي اس 24 ألترا بالنسبة للأسعار إلى حد هذه اللحظة أغلب التسريبات وأكد بأن شركة سامسونج ستحافظ على نفس الأسعار التي نزلت بها أسنة الفاريطة مع سلسلة الجالاكسي اس 23 لوجودة ليرتفاع في الأسعار وفيما يخص موعد الإعلان الرسمي على الجهاز فسيكون مثل كل سنة المؤتمر يعني في شهر يناير للسنة القادمة يعني في شهر يناير لسنة 2024 ستزيل شركة سامسونج السيتار على عائلة السامسونج جالاكسي اس 24 إلى هنا يا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات حول الشكل الجهاز والمواصفات المرتقبة في الختم أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتموا على الفيديو وعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا